ظاهرة هي غفلة أنا أعتبرها غفلة هو الآن مسجى على صخرة المغتسل واحد باشر التغسيل واحد يعين زين بس أنا شايف أكو ظاهرة في بعض الأماكن يفتح الباب وكل واحد يدخل شنو قاعد يتطالعون هذا ما يصير انتهاك لحرمته شنو الفائدة يعني تشوف واحد ميت قاعد يغسل العلماء يشيرون إلى هذا المعنى هذا فيه كراهة نعم إذا استلزم انتهاك لحرمته بالعنوان الثاني ويصير حرام لاحظ ما يصير الإنسان يدخل إلا إذا كان عنده شغل نعم يغسل يعين المغسل أو يقرأ القرآن هذه ظاهرة يعني نادرة أن أشوف بعض الأماكن واحد يباشر التغسيل واحد عينه واحد يقرأ القرآن عندنا استحباب قراءة سورة ياسين مثله والميت يغسل يقرأ لأنه فيه نوع من الراحة له يقرأ القرآن خلي جو جو قرآن يصير وحتى بالنسبة إلى الذي يباشر التغسيل ينبغي أن يكثر من ذكر الله يكثر من ذكر الله في حال تغسيله أو مباشرته لتغسيل الميت وأفضل الذكر الصلاة على محمد وآل محمد صلى على أهل وآل ترجمة نانسي قنقر